السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباب الطلاب الصفة الخمس الابتدائي كيف ابدو شكل يعمل ازاي ده عنوان الوحدة التالتة ويلا بينا على الدرس الاول الدرس الاول رحلتنا لمحافظة الفيوم تي شارت حتى الاسم دارج بنستعمله في حياتنا اليومية وهي السطرة او البلوفر لبس تقيل شوية بيدفينه في الشتاة المعطف او البلط الطويل البجامة وبنعملها معاملة الجمع تمام زيها زي البنطلون ملوش مفرد نفس القصة في اللغة الانجليزية نعمله معاملة الجمع لكن برضو ملوش مفرد تندرج تحت هذه الكلمات عندنا كمان جلبية الاسم العرب بتاعها جلبية من الحاجات برضو اللي فعامل معاملة الجمع تمام اقول زي ما بقول نفس الفكرة وملهاش برضو مفرد هلا ينفع تكسرها يعني كده تخليها عدسة واحدة طبعا لا بعد كده عندي وهي الكفية سكارف سكارف يلا من الأول تي شيرت تي شيرت سويتر 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 كوت 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 پجاماز پجاماز قلبية 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 سانجلاسز سانجلاسز سكارف سكارف بعد كده عندي كلمة ناكلس ناكلس من اسمها تمام عندك هنا النك وهي الرقبة فبنقول ناكلس هي العقد او القلادة اللي بنلبسها حوالين رقابتنا ناكلس سويمين شارتز الميور سويمين شارتز او شرط السباحة سويمين شارتز سناكرز وهو الحذاء الرياضي برضو يعامل معاملة الجامعة سناكرز 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 الحذاء الرياضي ناكلس سويمين شارتز سناكرز ناكلس سويمين شارتز سناكرز بعد كده عندنا الكلمات الاضافية بيجهز الشنطة بتاعك بيحزم امتعته باللغة العربية يعني بيطبق هدوم ويشوف الحاجات اللي هو محتاجها في السفر وبيجهزها كده ويطبقها ويستفها جوه الشنطة كل ده في كلمة و لازم تخلي بالك من صوت لاناك لو قلت معناها للخلف حقيبة الصفر نفسها يبقى معناها انا بجهز شنطتي معناها مريح في لبس كده بيبقى قبن واسع زي البجامات كده يا سلام تلبس البجامة تحس انك سلطان زمانة مريح اللي هو الهوى الخفيف نسبة الهوى بردة كده لكن طبعا كلمة معناها هوا بارد جدا ما نقدرش نتحمله اما النسمة الخفيفة كده بتاع شهر احداشر كده اللي بتبقى ايه الجو لسه ما دخلناش في التلج بتاع ايه شهر طوبة معناها المدة طويلة احنا مستنينا كراجل بقالنا سنين هنا تمام بعد كده كلمة اللي هي الخطوط لما تشتري حاجة مخططة بجامعة مسألة مخططة تقول عليها هنا دي صفات طيب لو حاجة منقطة يعني فستان منقط تقول عليه ايه يبقى معناها حاجة متنقطة عبارة عن نقطة في اجازة طبعا انت عارف ان حرف الجر ان يجي مع ايام الاسبوع والتواريخ والاجازات خلي بالك بتعمل سلايد دي كده بس بنقلع ايه secondary ايه جز بس بنقلع ايه بصورة Idiges pack, suitcase, comfortable, cool, for ages, stripes, striped, spotted, on holiday, trip, stripes, striped, spotted, on holiday, trip. بعد كده تصريفات الافعال. بيجهز شنطته الماضي منها. وتنطق تي. ينتظر. يمشي والل مش بننطقها. يبقى wait, waited. woke, walked. remember. بيفتكر. يتذكر. الماضي remembered. visit. يزور. الماضي visited. number. بيرقم. numbers. بعد كده الـ irregular verbs. no, new. يعرف. where, war. يرتدي. draw, drew. يرسم. go, went. يذهب. no, new. where, war. draw. الماضي منها drew. go, went. come. يأتي. الباست منها came. find out. يكتشف. found out. اكتشفها. give. يعطي. والماضي gave. take. والباست منها talk. ما تقولش talk هي talk. come came. find found. give. gave. take. talk. زاكر منهك وتدرس كرسات وتحل تدريبات وتعرف نتيك تاك فورا من خلال تطبيق مستر ياسر الكلاني للمرحلة الابتدائية والاعدادية. منهك كنكتوك كنكت بلاس ونيوها اللغة. حملوا التطبيق دلوقتي من جوجل بلاي واعلى بمستوك. read and learn. did you know? هل تعلم? cotton grows in the nine delta? ينمو القطن عند دلتا النيل. many people believe في ناس كتيرة بتعتقد that Egyptian cotton ان القطن المصري. is the best cotton in the world. ان هو انضف واحلى قطن وافضل قطن في العالم. بيقولك find out. اكتشف. this is a pearl necklace. يعني دي عبارة عن اقتلادة من اللؤلؤ. can you find out? تقدر تكتشف where pills? فين اللؤلؤ ده come from? بييجي منين? are there natural or man made? يا ترى هو طبيعي ولا من صنع الانسان. طبعا انت عارف ان اللؤلؤ بيجي من قاع البحر من صدف معين كده خلاص يفتحوا الصدفة يلاقوا في حباية اللؤلؤ. تمام? يلا بينا ندخل على الدرس بتاعنا. we need to pack our suitcases for our holiday tomorrow. كنت نزلت لك المحادثة دي بالكارتون على صفحة الفيسبوك ورفعت هي لك برضو على اليوتيوب. هنا الام بتطلب من انه يجهز الشنطة بتاعته علشان عندهم اجهزة بكرة. it's so exciting. الامر مسير جدا. I can't wait انا مش ادرى استنى يا ماما تجوتوا الفيوم ان انا اروح الفيوم. to see انكل حاتم علشان اشوف عمي حاتم. and umt ملك ومرات عمي اللي اسمها ملك. and of course وبالطبع ولادهم فارس and Dina. يبقى العم حاتم وزوجته ملك وولادهم الاثنين فارس ودينة. of course معناها بالطبع. I know. قالت له انا عارفة. I am excited to see them too. وانا متحمسة زيك بالظبط. we haven't seen them. احنا مشوفناهمش. for ages. منذ زمن. but come on. ولكن تعالى لهنا. we need to pack. عازلنا خلص ونجهز الشنطة بتاعتنا. okay. حسنا. I need to pack my green t-shirt. انا عايز اجاهز. t-shirt الاخضر بتاعي. and my swimming shorts. والميو او الشورت السباحة. because بسبب انهم they have a lovely pool. علشان انت عارف يا ماما ان عندهم حمام سباحة جميل جدا. don't they? اليس كذلك? yes. نعم. and remember وخليك فاكر your sunglasses. ان will be very sunny. الجو هيكون مشمس جدا هناك. will i need a coat and a scarf? هل انا هحتاج معتص البلط الطويل ده? واحطه كفاية كده? قالت لي النوع اهثر. لا مش للدرجات دي. you want مش هتحتاجهم. but you should pack a sweater. لكن يجب عليك انك تحط كده بلوفر. it can be cooling the evenings. يعني ممكن الجو كده بالليل بيبقى فيه نسمة هوا فممكن تبرد. فاخد لك بلوفر احتياطي. قال لها اوكي حسنا. I'll pack my blue sweater. that's my favorite. كالعادة ماما انا هطبق البلوفر بتاعي علشان انا متعود اخده معايا باستمرار ده المفضل عندي. بافضل الالبسه لغاية ما يكلح ولون وغير. قالت له you will need. خلي بالك هتحتاج your sneakers الحزاء الرياضي بتاعك. because we'll be walking around a lot. علشان هنمشي كتير ونلف في الشوارع. and you need to wear something. وانت محتاج انك تلبس حاجة comfortable on your feet. حاجة مريحة في رجلك علشان ما تعيطش من كدر المشي. what about my best جلبية? طب وايه رأيك في الجلبية المفضلة عندي? هل هحتاج الجلبية اللي تيتها لي هدية? قالت له no you want لا مش هتحتاجها في حاجة. لكن انا هاخد العقد الدهب بتاعي. قعد يفكر كده قال اوكي اوكي. واتلس دو اي نيد يا ترى يا دي اثر انت ناسي ايه هحتاج ايه هحتاج ايه? افتكر. عارف. my pajamas. البجامة بتاعتي. I'll take the ones with the stripes. انا هاخد البجامة اللي هي متخططة دي زي الحمر الوحشي. they are really cool. دي بتكون مريحة جدا. تعال كده بعد ما ترجمناها وهزرنا شوية. نبص بقى على الكلام الجد. we need to pack. خلي بالك هنا بعد تو. يجي الفعل في المصدر. تو باك. يجي لك في الامتحاد. يشيل لك باك. ويجيب لك حاجات فيها اس والكلام ده لأ هتاخد باك في المصدر. تمام? حرف الجر بيبين الغرض. احنا بنرتب شناط ما ليه? علشان اجازتنا اللي هنبدأها بكرة. خلاص? يعني مثير جدا. ودي بوصف بها الحاجة اللي بتصدر للاحساس بالحماس. وهنا بيوصف الرحلة نفسها بانها شيقة ومثيرة. فوصفها بالing. can't wait wait تيجي في المصدر لانها جاية بعد can't. can't من الموضع الفيرب اللي يجي بعدها الفعل في المصدر. I can't wait to go. برضو تو هنا وراها الفعل في المصدر. تو هنا توضح السبب. زيها زي because. لكن هنا تو يجي بعدها الفعل في المصدر ليوضح السبب. to see uncle حاتم لكي ارى العم حاتم. I am excited. هنا الام بتوصف نفسها بانها هي اللي متحمسة. لما يكون الحماس واقع علي انا بسبب مسبب خارجي انا اللي بوصف نفسي بال. اما الحاجة اللي بتسبب الحماس بوصفها بال ing احفظها كويس هتاخدها في سنة ساكبر. خلاص. I am excited to see them two. two تيجي في اخر الجملة. علشان تبين ان انا متفق معاك في نفس الكلام. فبقول two بمعنى ايضا انا متحمسة زيك ايضا. معايا. haven't seen ده مضارع هتاخدوا بعدين. خلاص اللي هو have والفعل فيه التصريف التالت من الفعل see. يرى التصريف التالت seen because اداة ربط توضح السبب زيها زيتو المصدر. لكن بعد because يجي وراها جملة كاملة من فاعل وفاعل ومفعول. because they have a lovely pool. علشان هم عندهم حمام سباحة جميل. don't they ده سؤال مزيل هتاخدوا بعدين ان شاء الله. yes and remember your sunglasses remember فعل امر. او فعل امر لازم يجي في المصدر. خليك فاكر انك تاخد كزا. تذكر انك تاخد كزا. يبقى remember بدون اضافات. it will be will من الموضة الفيرب زيها زي كان وزيها زي should اللي هتيجي بعدها. وكل دول اللي بيجوا بعدهم الفعلة في المصدر. will be سوف تكون very sunny. سوف يكون الجو مشمس جدا. should pack نفس الفكرة. بس هنا بتستخدم للنصيحة. but you should pack. يجب ان تجهز السويلر. تاخد معاك بلوفر. can be. كل دولة اخوات. can will we should. كلهم موضة الفيربز. افعال ناقصة. يأتي بعدهم فعل في المصدر يكمل معناهم. هنا will اللي هي d w i l l اختصرناها. i'll pack. تمام? يبقى اقول i'll هي اختصار i will. لما حب حاولها سؤال اقول will i need. هل انا هحتاج بقدم will على الفاعل. لما حب انا اكرر نفس الكلام اللي انا قلت اقول what about? what about? ماذا عنه? بنستخدمها للاقتراح. وكمان لتلخيص الحوار السابق. what about my best جلبية? معناها? طيب ايفض معايا الجلبية برضو ولا لا? كاني بعيد نفس الكلام بس الصيغة مختصرة. what about? what else تعبير احفظه جميل? معناها ماذا ايضا? what else? what else? كلمة want دي هي اختصار will not. سوف لن. يعني نفي في المستقبل. you want? يعني مش هتحتاجه. التعبير الاخير ده ممكن تستعمله للمفرد لو ينفع بتتكلم عن حاجة مفرد تقول it's really cool لو بتتكلم مسلا عن هات قبعة مسلا او watch ساعة حاجة مفرد لكن هو عشان البجانة طبعا بنعملهم عاملة الجامعة زي ما قلتلك فاستعمل they are. لكن لما نترجمها العربي هنقول انها مريحة جدا خلاص? ده كان شرح المحادسة ويلا بينا نكمل الدرس بتاعنا. هنا بيقول لك الملاحظات اللي على الدرس. زي ما قلتلك تمام بنوصف بيها الحاجة المصابة سيبك من كلمة عاكل وغير عاكل. ده كلام مش دقيق. الحاجة اللي بتصدر لي الاحساس بوصفها بال يعني مثلا لو انت صدرت لي احساس بالملل اقول لك انت ولد ممل لكن لو انا اللي حاسس بالملل هقول يبقى قصة مش قصة بقى عاكل وغير عاكل لا. مين اللي مصدر الاحساس للتاني ومين اللي وقع عليه الاحساس? بعد كده بيقول لك يوسف راح مركز التسوق وهو اشترى بعض البجامات المخططة نسمى راحت الحديقة خدت شمسية من القطة. اميرا وينتو سكول راحت المدرسة. ولبسة اليونفورم المخطط بتاعها. واقل اللعب تحت المطر. ولبس معطف وكمان كفية من القطة. نقولهم كمان مرة يوسف وينتو تشوبنج مال. نسمى وينتو تبارك تحياتي ليك ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جداً على المشاهدة ما تنساش لايك للفيديو وشير على مواقع التواصل اللي كنت معي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس تحياتي ليكم ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.